شو هو الشيء يلي خلى عندك حافظ لأنه تكمل تعلم اللغة العربية؟ طيب ما تذكر أول مرة حكيت فيها عربي مع العرب؟ يعني بيستخدم يعني بودي لينغوش لنا مثل شو؟ وولا، في المغرب يعطيك العفي يعني إيحانا، اوكي؟ اوه، باد؟ اوكي، اه يعطيك العفي شو معك؟ وأخياناً يعني اوكي، انا بدي بوسا، اوه، شو بالله؟ لما بلشت تعلم العربي وتحكي وهيك، صار شي معك مواقع مضحكة شامي يعني مرحبا، كيفا، شلونا؟ يعني قول لي ايه، يعني أنت السوري، السوري، يعني كل الناس مرحباً أصدقائي، الفيديو اليوم هو واحد من أمتع الفيديوهات يلي صورته حيكون مع شخص هو صديقي قبل ما يكون طالبي نحكي مع بعض لهلأ من خلال دروس على اي توكي سبق شاركتكن تجارب كثيرة لطلابي واليوم رح شارككم تجربة أغستين من الأرجنتين بيحكي عربي بشكل جداً ممتاز لهيك المحادثة اليوم ما كانت بس مركزة على اللغة قدرنا نناقش أفكار تانية مثل الثقافة، شخصيات العرب وتقاليدهم مواقف مضحكة صارت معه وأفكار تانية كتيرة شاركنا ياها أغستين رح تعرفوها لما تشوفوا الفيديو أغستين شخص كتير مميز بالنسبة لإلي وشخصياً أثر كتير على أفكاري لهيك اليوم حبيت شارككم تجربته بتعلم اللغة العربية أغستين كمان هو واحد من الناس يلي جربوا موقع سبيكري الاربك واستفادوا من المصادر الموجودة فيه رح ضيف رابط الموقع بوصف الفيديو أغستين لهلأ بيمارس لغته العربية عن طريق دروس المجموعة ما بدي طول عليكم كتير خلينا نبلش فوراً بالمحادثة الرائعة ادعموني بلايك واشتركوا بالقناة وهلأ خلينا نبلش مرحبا أغستين أنا كتير مبسوطة اليوم أنك معي مرحبتين حلا كيفك أمام الحمد لله أنت كيفك الحمد لله كل شي تمام اليوم بشكل عام يعني كل شي تمام وأنا مبسوط يعني بحل نقاش يعني مع بعض ولأنه في كتير يعني عشيات يعني راح نحكي وشي يعني إيجابي وحلو أغستين أول شي يحكي لنا عنك أنت من وين حالياً وين ساكن شو بتشتغل كيف بلشت تتعلم العرفي يعني هيك دغري نفوت بالموضوع على الطول شكراً كتير وأنا أنا يسمي أغستين أغستين غالي أنا من أرجنتين من بونا زايرس يعني أسمة الأرجنتين حالياً أنا ساكن في أفريقيا في جزيرة أفريقية يعني عارب من كاميرون جابون في أسطة أفريقيا يعني غارب أفريقيا من سنتين وانا درست كمان عاربي وكامان يعني علوم اجتماعي سوسيولوجيا في الأرجنتين وكمان يعني على عرض اجتماعية دولية في الأرجنتين كمان وبعدين يعني سياسة مكارنة يعني كمماراتي بوليتيكس في فرنسا خلال سنتين وحالياً أنا مشتغلت في مندمة دولية يعني طبق بالحدود أنا متخسس في المتفوضات الإنسانية أمن تحليل يعني أمانية يعني كتير أشياء وبشكل العام يعني أنا أصافر كتير في كذا يعني بلدان في أفريقيا في الشرعة الأوسط في أمريكا اللاتينية وحالشي من سنتين يعني كما العربي من زنان بالبداية في فرنسا في باريس لما أنا درست علاقات دولية وبدين يعني في مصر في سوريا شوية في لبنان والأردن وبدين يعني كتير معك وما كتير يعني مدرسين مدرسات في أي توكيو في كتير يعني فراز يعني بحياتي طيب لتلي أنه بتسافر على الشرق الأوسط شو هو أكتر شي حبيته؟ خليني أقول شي متعلق بالثقافة بالشرق الأوسط شو في هيك شي لفت انتباهك وحبيته؟ بصراحة؟ آكل لا تاني شي يعني أنا أول مرة أنا سافرت على الشرق الأوسط يعني كان في مصر في 2008 أوكي أنا حبيت كتير مصر والمشكلة يعني مستقوى يعني في حلوات يعني طائف يعني شوية أو كتير وأنا في حلوات أنا درست وأنا عام يعني كان عام أدرس يعني الفصحة والمصريين يعني ما بيخلوا يعني الفصحة منهم ويعني تحمس رو يعني كتير وبتحمس رو يعني كتير ومصحوا كتير آه بيمصح آه أوكي ويعني شي غير إيجابي وبدين يعني أنا سافرت يعني على سوريا في 2009 2009 وأنا حبيت كتير يعني سوريا ودماسك والبلد بشكل عام يعني حلب وطرطوس ودريزور دريزور يعني ممكن أقال بس تضمور بس بشكل عام يعني أنا حبيت كتير يعني السقافة السورية والطاريخ يعني سوريا كل شي في سوريا وكمان يعني ممكن في أول مرة في حياتي أنا حسيت أن أكون يعني في بيتي آه وكمان يعني كتير لأنه يعني حل يعني حيات يعني في المناطي أو في الحارة يعني أنا أنا في سوريا أنا أنا كنت في وأنا يعني كنت عايش في سوريا يعني مرتقة يعني عديمة أو تعليدية يعني في دمارسك وأنا يعني حسيت يعني نفس الحياة يعني في الأرجندين في الثمانيات أوكي وحذا شي حلو كتير وأنا دائما عم أقول حال شي يعني حال حياة يعني اجتماعية يعني مالجدام يعني مالناس هذا شي حلو ويجاب كتير وممكن كتير أعرف يعني مثلك يعني مو دائما يعني بيشوفوا يعني أو بتشوفوا يعني حدو الأشياء أوكي رح أرجع للشام بس نحنا لما نسمع لما نسمع لما نسمع لفكرة اللي كتعم تحكي فيها بس نحنا لما نسمع لأرجنتين دغري بيخبوا قبالنا الكرة القدم فكيف علاقةك نعصب القدم؟ أكيد 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 يعني هذا شي يعني يعدي بشكل لهم يعني الأجانب يعني أكثر يعني ببرت يعني أمريكا للدينية يعني بيعرفوا أرجندين بالميسي أو مانادونا ويعني كاس العالم يعني وكاس العالم العالم الغافي يعني في العالم عربي وهذا شيء يعني حلو يعني إلي اللي أنا بحب كتير يعني بشكل عمال عربي ويعني مثل رمز بحياتي كاسا الألم يعني على أرجنتين يعني فاس كاسا الألم بالألم عربي شيء كويس طبعا بصراحة طيب خلينا نرجع لسوريا شو الأماكن يعني زرت بسوريا أنا زرت شام يعني دماشق وحلب وحمص على الذكية ترتوس يعني كتير يعني يعرف دماشق يعني المضون يعني عريب من دماشق مثل معلولة أو جبرود فيجي بصرا يعني بصرا يعني في جنوب دماشق ترنور ودريزور وكميش لكم ما شاء الله زاير أماكن أنا ما زرت يعني أكيد طيب شو اللي يعني أنا بعرف أنه أنت كتير بتحب الشام وضليت فترة بسوريا شو في شيء مميز حسيته بالدماشق بالشام غير الجيران والأكل يعني بتحس في شيء لما أنت بتتذكر الشام تتذكر هذا الشيء معه يعني أكتر شيء وأول شيء يعني المدينة الأديمة يعني الصو يعني الحميدية يعني والأسوأ يعني في شام يعني في كتير يعني أسوأ يعني في المدينة الأديمة وهذا شيء حلو أنا دائماً أتذكر الزيارة في الليلة أو في المساء في المدينة الأديمة كل حدول محلات البوزة يعني في آه يعني شو اسمه آه بكداش بكداش أكيد يعني بالجبري أكيد 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 يعني كتير أماكن وأول شيء يعني أنا بفكر لما أنا بفكر يعني بشام يعني المدينة الأديمة دائما واو كتير حلو طبعاً إنت سمعت أنك أنت بتحب الأكل السوري كمان شو هي الأكلات السورية المميزة والمفضلة بالنسبة لك يعني بدون يعني أي شك فت يعني فت فت بالجاج يعني شيء أنا بحبه كتير 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 وأنا وفول كمان يعني كتير يعني المعكولات يعني سورية أنا بحبه كتير وحتى يعني العشياء والمعكولات يعني بسيطة يعني يعني معنونش يعني زادتر يعني أنا بحبه كتير وكما الحلويات الأم علي أكثر مصري وكنافة ومعمول ومعروك المعروك في رمضان طائب كثير وأنا لم أرى المعروك مثل في سوريا إذا في اللبنان أو في الأردن هناك موجود اسمه مثل سوريا بصراحة شكراً أنا هلأ مبسوطة تحيا سوريا أنا بشكل أهم دائماً بطفى سوريا السوريين والعرب ممكن وأحياناً أكثر من الأرب لأنه أنا بفكر أول شيء في كثير صعافات سورية وفي كثير صعافات عربية في سوريا يكيفيها الصعافة من المدن المدن حلب وحمس وحماء أو الشام وبدان يعني كل الصعافة والحياة في البضية في الصحرى المدن يعني من الصحرى يعني بالرزور رأى وبدان يعني كل الصعافة في الشد يعني الذكية ترتوش وبدان يعني في كثير صعافات يعني الدنيا يعني المسلمين يعني السني والعلاويين والمسيحيين يعني من كثير يعني طواف يعني الصعافة يعني سوريا يعني غني كثير يعني ما في كثير بلدان يعني بس الصعافة يعني جوا سوريا يعني ممكن أغنى من الصعافات يعني بالعالم يعني وبالنسبة للطاريخ أوكي يعني الموجودين يعني الشام وحلب يعني يعني مدن من من أول مدن بالعالم وحذا الشي يعني غني وحلو وبدان يعني في كثير عشياء وبدان يعني الضيافة يعني الضيافة في سوريا مش موجودة في كل العالم حالا يعني بصراحة وانا عندي يعني كثير كثير يعني أصاص يعني في حياتي وفي لما أنا أكون في سوريا وحذا الشي يعني نظر يعني في العالم وفي علامنا يعني أو في الدنيا خلينا ننتقل لفكرة أنه أنت عم تحكي هلأ لهجة سورية كيف تعلمت اللهجة سورية؟ يعني أنا مثل كل أجانب يعني أنا بالشد بالفصحة وبدان يعني أنا اخترق يعني العالمية سورية لأنه أنا بحب اللحجة يعني كلحجة يعني لأنه الكلمات يعني حلوة وبدان يعني مبسيطة بس حلوة يعني يعني مو مثل حفيفة يعني واكتر يعني في شام يعني مرحبا كيفا شلونا نعمل أدري مثل بعض الحارة أوكي بس هذا شي أنا حسيت في سوريا أوكي في لبنان في الأردن كمان يعني اللحجة أو اللحجات يعني حفيفة بس تاني شيء أو تاني شيء اللحجة سورية يعني كل العرب أو بشكل عام يعني كل العرب بفهموا يعني اللحجة سورية بسبب يعني المسلسلات بسبب التاريخ سورية أو يعني تأصيدات أو تأصير سوريا بالعالم العربي أو بالصعافة العربية بالزمان يعني سوريا بتاريخ يعني العالم العربي يعني سوريا متل قلب والقلب يعني العرب يعني تاريخ العرب والمسلمين أول إمبراطورية يعني يعني إسلامية في في التاريخ في شام أوكي وهذا شيء واضح وجدي أوكي طيب أنت أنت اللي اخترت تتعلم اللحجة سورية ولا لا أنت هيك الطريق وصلك له بصراح بصراح لأنه أنا يعني أنا اختريت يعني اللحجة سورية بسبب سوريا مو بسبب يعني اللحجة يعني يعني أنا حبيت سوريا أكتر من اللحجة يعني بالنحاية بدين يعني أنا أنا بفكر يعني اللحجة سورية جزة من اللحجات شامية يعني عريبة كتير من اللحجة اللبنانية والفلسطينية والأردنية هذا شيء واضح يعني لما أنا بحكي سوريا بشكلام يعني الأردنيين واللبنانيين والفلسطينيين يعني يعرفوا أنا أجنبي بس دائما يعرفوا وأنت درست في سوريا صح لأنني أستحضم كلمات مثل شلونك أو أمنوه أو هؤلاء كلمات سوريا مئة بالمئة عم عيدة فكرة أنه أنت تعلمت اللهجة سورية مشان سوريا مولاً ومو مشان اللهجة أكيد أكيد وكما يعني أنامدي إسا صغيرة كثيرا هلا أنا كنت في اليمن في الماضي بسبب شغلي ويأسوا يعني يمن يعني أنا حكيت يعني بالسورية باللحشة سورية وبعد يومين يعني كل اليمنين يعني يقول لي إيه يعني أنت السوري السوري يعني كل الناس بفكروا يعني أنا سوري وحالة شي أنا كمان يعني أنا متحمس يعني كتير يعني آه بالنحية أنا 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 أقدر يعني أحكي أو أقول أوكي أنا بحكي أنا بأكتر من شوية أوكي وأكتر وأكتر بأكتر من شوية أنت قلت لي أنه بلشت مع الفصحة أول شي صح؟ أكيد هذا الحكي من زمان قبل ما تروح على السورية صح؟ أكيد أنا بلشت يعني الفصحة في فرنسا بدين يعني أنا استمرت يعني في مصر وكمان يعني أنا درست الفصحة في سوريا أوكي خلال شهرين يعني دائما في دائما يعني خلال الأجانب أو بين الأجانب وبين الأجانب والعرب دائما نصل لكاش بالنسبة الفصحة والأمينة أنا بفكر يعني للأجانب يعني تعليم الفصحة بالبداية بالنسبة للحروف بالنسبة يعني كاثة يعني كواعد يعني الفصحة يعني شيء إيجابي ومحيم لأنه بالنحاية المفردات وكثير كلمات يعني أغلبية الكلمات يعني سياسية واجتماعية أو ثقافية أو أذبية يعني من الفصحة التالي أوكي يعني بالنسبة الكواعد يعني حدول الكواعد أوكي يعني في كتير احتلافات yani بين اللحجات بس أنا بحب أنا بحب أنا بحب أنا بحب أنا بفكر يعني بالبداية الفصحة شيء محيم التالي يعني ممكن بعد شوية بعد ما Eternal Television ممكن يعني شيء محيم إذا أنت وإنتي يعني بتختار بتختاري يعني الله سوريا أو مصرية أو اللجمانية بس بالبداية الفصحة شي مهم آه يعني الفصحة ساعدتك بالبحث كتير 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 وكامام يعني أنا حلا أوكي أنا ما عم أدرس الفصحة من زمان بس أنا يعني أقدر يعني أقرأ الجرائد العربية أو بسمة يعني أسمة التلفزيون يعني مباري في الجزيرة أو دي بي سي أو فرانس يعني ما في مشكلة وحذا الشي مهم وأنا في فكر يعني الكرة والصماعة الزار يعني مهمة بالتعلم يعني العربي أو عيلو سو هلأ أنت معناها صلك زمان ما سمعت الفصحة بس لحد هلأ فيك تفهم الأخبار وفيك تقرأ كتب صح يعني ما في يعني كتب يعني مثلا يعني كتب بطاريح العلم عربي أو أنا أقدر يعني أرأه بدين يعني الروايات يعني شيء أسعر بس يعني بشكل ما أنا أقدر يعني أرأه أرأ يعني الروايات بالعرب طيب إذا في حدا هلأ بدي يتعلم العربي في من الشكل إذا بلش يتعلم اللهجة فورا بدون الفصحة ولا لأ حيكون صعب بالنسبة له يعني ما أعرف يعني أنا أنا شوفت وانا يعني اسمعت يعني كل شيء بشكل عام يعني وانا يعني أشيانا يعني إنو أنا شوفت أكتر يعني أجانب بالبداية بلشت بالفصحة يعني خصوصا أو أكتر يعني على جانب أم إدرسوا يعني في الجامعة أو في الجامعة بلشت بالفصحة وبدين يعني تغيروا يعني بالعامية بدين يعني ما أعرف يعني إذا إنت أنت يعني تم بالعامية بشكل واضح يعني ما في مشكلة بس أنا بفكر يعني الفصحة بالبداية ليش لا ما بعني يعني شو رأيك هلا بس هلا لا أنا برأيي صراحة ممكن الواحد يتعلم اللهجة فورا ما في مشكلة يعني في عندي كتير طلاب هلا مبتدئين هنين باللغة العربية وما أنا ما بعلم الفصحة أصلا وهذا أصلا هذا نقاش وجدال آخر إنو أنا ما بعلم الفصحة بس بقول أنا إذا الواحد بده يحكي فالفصحة غير يعني ما لا مستخدم أبدا بحياتنا اليومية فإذا أنت بدك تحكي وتجي تحكي بالفصحة ما في مشكلة نحنا بنفهم يعني العرب بيفهموا الفصحة بس نحنا ما حيكون في خليني أقول ما حنكون على طبيعتنا أنا مثلا يعني أنا أنا يعني كنت أعيش في الأردن وفي الأردن يعني في كتير يعني عرب من كل البلدان من سوريا من فلسطين من لبنان من يمن من سعودية أو بشكل لام يعني مع بعض يعني بيحكوا يعني لحشة بيضة أو عربي بيض يعني ولحشة بين الشامي والمصر يعني بشكل لام يعني العرب ما بيحكوا فصحة هذا الشيء والفصحة يعني ممكن حام للأدب أو للأراء يعني للإراءة الجرائي بالصح يعني بالتواصل يعني مع الناس يعني في البلدان العربية ما عمقول فيه ناس أكيد لهلأ بيفضلوا الفصحة بس أنا دائما بحب أسأل الطالب قبل ما يتعلم إنه هو شو هدفه يعني شو هدفك بدك تتعلم إنشان تحكي بدك فيه عندك كتير طلاب مثلا بدون يتعلموا عربي لأنه عندهم رفقات عالة يعني بهايك وضع صراحة غلط أصلاً إنه الواحد يضيع الوقت بتعلم الفصحة والقواعد لأنه فيه فكرة كتير مهمة إنه أنت بتعرف الفصحة فالفصحة لحتى أنت تحكي الفصحة لازم تعرف القواعد ما فيك تتجاوز القواعد وتبلش حكي ما فيك يعني فيه التشكيل فيه شون هي ضمة ولا فتحة هذا كلهم متعلقة بالقواعد بس اللهجة فيك تبلش تحكي باللهجة بدون خليني يقول تركيز كامل على القواعد فلهيك أنا أسرع وأسهل بصراحة العمية أسرة يعني مئة بالمئة يعني بالنسبة الكواعد أسهل أكيد وبالنسبة الحمس يعني الحمس أكثر كمان يعني لما أنت بتحكي عمية يعني التواصل مع أصدقائتك أو يعني أكثر وأكبر وهذا شيء يعني جابي وأنت يعني راح صار يعني متحمس وهذا شيء صحيح صحيح يعني هي اللغة أصلا مشان تتواصل يعني بس طبعا أنا الطلاب يلي بيجوا لعندي بيقولولي أنه بدون يتعلموا الفصحة مشان الجامعة مشان يسمعوا الأخبار ساعتا أنا خالص بيقول لهم أوكي لا أنا ما أبدرس الفصحة وفعلا أنت لازم تتعلم الفصحة بس أنا ما أبدرس الفصحة بس يعني أنا بحب أعرف أول شيء شو الهدف وبعدين على هالأساس منحدد هو يتعلم الفصحة ولا العامية لأنه بصراحة هنن كتير متشابهين بس مختلفين كتير كمان أكيد أدين يعني حدا شيء شيء صغير يعني حال نكاش يعني أنا كمان شفت يعني بين العرب أوكي ليش نحن يعني عام ندرس يعني الفصحة بمدرساتنا لأنه بالحياتنا يعني ما بنحكي عرب وبعدين يعني في عرب يعني بدفعوا يعني الفصحة يعني بالتعليم بدين يعني في عرب يعني تاني لا بالعكس لا يعني خلاص نحن بنحكي سولي أو لبناني أو مصري أو يمني أو تونيسي يعني النكاش يعني نكاش بصراحة ومن زمان عن جد لهيك كل واحد شو هدفه وليش عم يتعلم هذا الأساس وعلى هذا الأساس خلاص بيكمل بدك تتعلم لهجة أو الفصحة يعني ما في أنا برأيي مو شرط يعني مو شرط إنه إذا بدك تعلم اللهجة تشرط أنك تتعلم الفصحة لا أكيد في كتير قواعد من الفصحة بس بقدر نحن أنا كتير عندي طلاب كانوا بلشوا من الصفر وصاروا يحكوا اللهجة بدون بدون ما يعرفوا شيء عن الفصحة بلتين يعني حالا يعني في شيء إيجابي يعني بصراحة أو برأي أنا بفكر يعني في بس ممكن لحجتين يعني كل العرب يعني بفهموا يعني اللحجة سورية لحجة سورية لبنانية أو اللحجة مصرية يعني يعني نود يعني تعصير يعني الموسيقى أو تعصير يعني المسلسلات يعني المسلسلات سورية الموسيقى سورية لبنانية مصرية الأفلام مصرية أو هذا شيء بالحديث بالحديث عن اللهجة المصرية بتفهم اللهجة المصرية بشكل منيح أنا بفهم يعني اللحجة المصرية يعني مو مية بالمية بس إذا يعني أنت أنت يعني بتفهم يعني يعني بعض يعني الكلمات لا يوجد مشكلة يعني بشكل المفردات يعني عربين كثير من السوري يعني أغلبية الكلمات بتحس بالنسبة لك سهل أنه تتعلم هلأ أي لهجة عربية تانية أنا يعني أنا أنا ما بحكي أنا بفهم أكتر من شوية اللحجة يمنية يعني أنا كنت في اليمن وكمام يعني اللحجة مصدرية اللحجة السودانية يعني شوية لأنه لما أنا كنت في فرنسا أنا اشتغلت في منظمة فرنسية مع يعني محجرين ولاجهين سودانين وكان يعني أنا تعلمت يعني شوية يعني اللحجة السودانية بس اللحجة السودانية يعني مو بعيد كتير من اللحجة مصدرية آه أوكي لا يعني في كتير أشياء يعني نفسه شيء هلأ في كتير طلاب ما بيعرفوا الفرق بين اللهجة والفصحة الكلمة إذا لهجة ولا فصحة أنت بتقدر تعرف الفرق؟ آه يعني أخوف أنا بفكر يعني بالنسبة لل القوائد يعني القوائد يعني من نفسه شيء آه وبدين يعني بدين يعني في كتير لحجة أوكي بس يعني أنا يعني أقول ممكن يعني الاحتلاف يعني الأول في الفصحة يعني القوائد يعني واضحة بالنسبة للأمية مدائمة أوكي وكمام يعني الفصحة يعني اللغة يعني كتابة والأمية لا يعني اللهجة أكتر يعني عفوية أحكية يعني أنا أنا مراح يعني أقول يعني حال شيء الاحتلاف يعني الأكتر بين اللهجات والأميات والفصحة بس ممكن تعرف إنه هاي كلمة فصحة هاي كلمة لهجة ولا لأ صعب بالنسبة لألك لا 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 بصراحة لا مو شيء واضح يعني أنا بيعرف يعني الفصحة اللي أنا بيعرف الفصحة يعني ما بيعرف يعني أنا عنيدان أو عنيدة أو المديغتي أوكي يعني هذا شيء موجود بس بالفصحة يعني مو بالعمية تمام أوكي قلت لي إنه تعلمت العربي من زمان من فرنسا لما بلشت تدرس بالجامعة أنت اخترت تتعلم العربي وإلا هو كان طلب متطلبات الجامعة اوح إيسا ضويل كتير لأنه يعني لما أنا كنت في الأرجنتين يعني أنا من من أصول إيطاليا يعني إيطاليا إيرلندية إسبانيا يعني مو من أصول عربية إذ يعني في كتير أرجنتيني من أصول يعني من سوريا لبنانية بس لما أنا كنت في الجامعة يعني أنا عملت يعني شيء سبجيك يعني في الجامعة يعني آه السوزيولوجيا يعني غلوم الاجتماعية يعني الشرع الأوسط أوكي يعني وأنا اختريت يعني هالشي وأنا حبيت كتير يعني عبل يعني هالشي أنا ما عرفت يعني أشي بالعرب آه وأنا يعني هالشي في 2003 آه 20 سنة آه أنا عريد يعني كل أشياء يعني موجودة في الأرجنتين بالنسبة للشرع الأوسط يعني وأنا حبيت أكتر وأكتر ولما أنا كنت في فرنسا أنا دارس الماجستير يعني ضغري بالتاريخ وسوزيولوجيا وعلاعات الدولية في العالم وهلأ بتحسوا هذا قرار صحيح يعني بتحب هذا الجزء منك أنه أنت بتحكي العربي بهذا المستوى بتحسيت هذا قرار كتير أثر على حياتك بالحركة الإيجابية أنا يعني أنا شخص يعني عنيد يعني ستبورن وأنا أكيد يعني وأنا احتشافات يعني بالبداية أوف يعني حل لغة يعني لغة تصادق كتير 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 وأنا يعني أول دراسة في فرنسا أنا حسايا أوف يعني أنا عم أحس يعني مثل طفل يعني like a baby لأنه يعني كل شي جديد يعني القروف القواعد يعني لبوز يعني شي جديد 100% يعني أنا عنيد كتير وأنا فضول كتير وأنا يعني أقول حالي أوكي أنا راح يعني أحكي العربي يعني مو متل العربي يعني شي صعب لسأنا أنا بيدي أحكي يعني حل لغة كوايس أو منيح إيه أنا اكتشافات يعني لغة تصادق كتير وبداني أوكي الفرصة صعب بداني يعني كمان يعني العمية يعني يعني شرح يعني عمي أنا كنت بيدي يعني أحكي عربي كوايس وأعرى يعني الكتب العربية وإحكي يعني مع الناس يعني في البلدان العربية لأنه كمان يعني اكتشافات في مصر وأكتر يعني في سوريا الضيافة والحب يعني في الشعوب يعني في الشعوب العربية وأنا كمان يعني أنا بيدي أحكي يعني محل شاب يعني بالعربي نمو بالإنجليزية أو بالفرنسي في اللبنان لا 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 بالعربي أو باللحجة كم أنا بيحكي يعني كتير لغات يعني يعني بشكل عمي أنا بحكي كتير اللغة. أو شو الله, أوكي. أنا بحكي اللغة إيمي الإسبانية, اللغة إسبانية. بدين أنا بحكي فرنسي, إنجليزي, بورتغالي, شوية إطالي. بدين لما أنت لاتيني أو بتحكي لغة لاتينية مثل فرنسي أو بورتغالي أو إسباني وإطالي. بعدين اللغة لاتينية تانية أسهل. يعني القواعد كل هذه اللغات ينفسه شيء. أوكي نعيد كم لغة تحكي يعني؟ يعني حمسة ونوس أو عربة ونوس نوس. شو هذا النوس؟ يعني مع العربي حمسة، حمسة ونوس يعني مع الإيطالي. النوس إيطالي؟ النوس إيطالي. أو النوس يعني عربي. أوكي، اللغات البائية اللي تعلمتها كيف تعلمتن عن طريق الدراسة، عن طريق السفر، لحالك، كيف تعلمت اللغات الثانية؟ أولا لغات والعربي. الفرنسي أنا بلاشت في الأرجنتين. أوكي. وبردين يعني كمّلت في فرنسي. نفسه شيء مع البرتغالي، نفسه شيء مع العربي. بالإنجليسي شيء تاني لينوالت يعني تعصيرات اللغة الإنجليسية في العالم يعني كبير كتير. وأنا يعني تعلمت يعني أكتر يعني بالنسبة للأفلام والمسلسلات والراديو والموسيقى. بس أنا بفكر يعني بشكل عام لما أنت يعني بدك بدك يعني تحكي لغة يعني أي لغة شيء إيجابي ومهم إذا أنت يعني تسفر إلى البلد وين يعني. يعني حال لغة يعني محتية يعني إذا يعني أنت تعلم يعني العربي، روح لبلد عربي. ضروري يعني مو ضروري مية بالمية بس شيء مهم وكمن يعني بالنسبة يعني الحمس يعني الحافز يعني إذا يعني بس نفس الشيء باي لغة بحياتي لما أنا كن في وانا يعني وصلت لفرنسا واو أنا بحكي فرنسي أو نفس الشيء في في لبنانا وفي سوريا واو أنا عادر يعني أحكي يعني اللحشة شامية حدا شيء كتير محيم وأوكي يعني بالنحية أنا وصلت انا عادر يعني أحكي هاللغة. طيب متذكر أول مرة حكيت فيها عربي مع العرب متذكر ولا كان ينزمك؟ بالعرب يعني بس يعني النقاش يعني طويل مو مرحبا كيفكم؟ يعني في في سوريا في سوريا في الفين وتسعة الفين وعشرة أكيد يعني أوكي مو يعني لطيف يعني مية بالمية بس أوكي يعني واو يعني أنا فهمت والله برافو تسعة مية أو تمانين بالمية واو يعني أنت كنت عم تتعلم اللهجة السورية قبل ما تجي على سوريا معناها؟ لا 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 يعني بعد لأنه أنا كنت في سوريا أول مرة في الفين وتسعة ومرة تانية في الفين وعشرة أكيد ومرة تانية أنا كنت في سوريا أنا كنت عادر يعني أخي باللهجة السورية مع العرب مع السوريين شو كنت حاسس هيك أنت عم تحكي باللهجة السورية مع السوريين؟ أوكي يعني بالنحية أنا جزة من حالثقافة حالثقافة وحالثقافة أكيد يعني أوكي يعني أنا مثلكم يعني شوية ليس بيومية بس شوية أوكي أغستين أنت قلت أنه أنا فضولي شو كان أكتر شي عندك فضول تجاه الثقافة العربية؟ يعني كتير أشياء يعني بالنسبة للسعافة العربية أو سورية أو الشمية كتير أشياء يعني مثل يعني من البودي لينجوش للعكل والعلاعات بين بلدان أو يعني التفاصل يعني اللهجات ويعني التاريح أو الإصاص يعني الأشائر يعني يعني حدو الأشياء أنا اتشافات يعني كأشي يعني حلو كتير وخصوصا يعني ممكن حالة يعني كتير أجانب يعني بفكروا يعني العرب يعني كل نفسه يعني كل العرب يعني نفسه شيء من المغرب للإراك من سوريا لليمن أوكي نفسه شيء عرب وبالدان يعني شيء مختلف كتير يعني العرب يعني مختلفين كتير يعني مع بعض وحتى يعني من حلب للشام يعني الاختلاف يعني كبير كتير يعني بكل شيء بالنسبة للحجم الأكل للطاريخ يعني الصناعة يعني إندسوي يعني كل شيء يعني أنا بفكر يعني في يعني كل شيء بالنسبة للعرب يعني يعني عطيني يعني الفضول يعني يعني اللي يعني عالم أو صعفة يعني شديدة وأنا بفكر يعني اللحجة يعني اللحجة السورية العربي كلغة أكتر يعني من اللغة يعني اللغة جسة من الصعفة الأربية مثل العكل مثل السيتون مثل يعني كتير أشياء مهمة يعني بحال صعفة بس أنا بفكر يعني يعني الأرب ما بيعني في يعني أغلبية أو احتمام يعني أو تأثير يعني الصعفة الأربية واللحجة والطفل واللغة الأربية بالعلم يعني مثلاً يعني في أنا كنت في الهند يعني كنت عايش يعني في الهند خلال تسعة من شهور وأحياناً أنا فهمت يعني كتير كلمات يعني حدول كلمات من العربي نوصو شي في أفريكيا يعني اللغة يعني السوحيلي يعني اللغة أفريكية مهمة يعني في كتير كلمات من العربي وانا أحياناً يعني فهمت اللي كاش لانو أنا يعني احكيار في السوحيلي في كلمات مثل دقيقة أو تسعة أو مرحبا أوكي يعني أوكي أنا ما فهمت يعني كل شي بس يعني معنى النكاش وأنا بفكر يعني أغلبية العرب ما بيعرفوا أو ما يعني اكتشفوا يعني حل تاريخ يعني حل تعصير يعني السعافة العربية يعني في العالم يعني أنا مثلاً يعني أنا نكون في أفريكيا الشرعية الغربية ولي كتير كتير يعني أطفال اللغة يعني هو اللغة بالمدرسة العربي أوكي بسبب دينية أنا شوفت يعني أطفال يعني أفريكية يعني كتبت يعني حروب يعني عربية أوكي وحذا يعني التأصير العرب أوكي الإسلام كمان بس التأصير يعني الصقافة العربية يعني مهمة كتير ونفسه شي في اللغة يعني بورتغالية وإسبانية أكتر من ثلاث ألف كلمات إسبانية من العربي بشكل يعني ضغري أوكي ونفسه شي بالبرتغالي وأنا بفكر يعني العرب وكتير العرب يعني ما بيعرفوا كيف غاني يعني كون الصقافة العربية شوفي يعني حلا أنا بضفها للصعافة العربية أكتر يعني أحيانا أكتر من الأربي بير لا بس أنا كنت عم بمزح صراحة أنا زاد فضولي تجاه العربي والثقافة العربية لما بلشت درس لما بلشت درس اللغة العربية صار عندي فضول أكتر أنه واو ليش نحنا هيك منفكر ليش هيك منقول صرت أبحث أحيانا عن أسباب لمثل الأمثال الشعبية مثل عرني كتفك ولا مبارك في كتير عنا أمثال شعبية يعني صارت عندي مثل حسيت مسؤولية أنه أنا أفهم شوف ثقافتي قبل ما علمها أرفت فهون حسيت أنه بلشت يكون عندي فضول أكتر عن اللغة والثقافة بنفس الوقت ولما كتبت الكتاب كمان Assyrian Encounters كمان وقتا كمان صرت عنا بحث أكتر عن الموضوع أنه آه هذا صح هيك نقول ليش هيك نقال يعني صار صرنا نبحث أكتر بالثقافة وهذا الشي اللي خلى عندي فضول أكتر بس أنه من قبل بصراحة ايه فيني يقول أنه ما كنا ايه ما كنا نعرف أنه قديش مدى تأثير الثقافة العربية شو هو الشي اللي خلى عندك حافظ لأنه تكمل تعلم اللغة العربية شو الحافظ الأساسي كان بالنسبة لك يعني بصراحة يعني أنا كنت عندك كتير صبر يعني patience كتير يعني كمان يعني اللغة تصاب كتير وأخيانا أوكي يعني أنا يعني قدر أحكي وبالتالي لا أوكي ممكن لأنه أنا دائما يعني مدائما بس أنا دائما يعني باريف يعني أنا بدي يعني أحكي يعني حاللغة لأنه أنا يعني شوفت يعني اللغة والصعافة العربية كشي يعني فضول أو شي مهم و كمان يعني كما كان يعني اللغة كما كان وين أنا كوم يعني كتير كتير مبسوط و كمان يعني الصفر يعني المغامرة يعني طويل كتير 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 يعني حتى عشرين سنة وكثير كثير كثير بس أنا حبيت كثير يعني الطريقة يعني كثير كثير لحتى وصلت لتحكي عربي بمستوى خليني أقول أنت مرتاح أنت عم تحكي العربي تعبر عن أفكارك قديش أخذ منك كم سنة تقريبا أوف ستة 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 سنين بس كمان يعني أنا صراحة أنا درست عربي بدين أنا وقفت خلال مبارك سنة كاملة يعني مو يعني مو ستة ستة يعني سنين دهري أو ألاطول أنا دارست يعني سنتين بدين يعني وقفت يعني خلال سنة ونوش أكيد بس أنا بفكر يعني إذا يعني إنته إنتي يعني بتحكي أمية يعني ممكن يعني سنة ونوش يعني تحكي أوكي مو مية بالمية أوكي بس أكيد يعني يعني عذر يعني بتعمل تعملي يعني النقاش يعني يعني مو بالفلسفة أو بالحندسة فيزيا بس أكيد 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 وبدين يعني شي شي حلو بالعالم عربي بشكلام يعني العرب يعني بحبو كتير لما الأجانب يعني بحكوها ربك برافو واو يعني أنت بتحكي ربك إذا يعني مستأوأ يعني ضائف كتير بشكل عام يعني بحبو كتير يعني الأجانب يعني بحكيه العربي يعني يعني أي لحشة يعني يعني ما في مشكلة بس بس العرب يعني بحبو كتير يعني حالشي ما باري في دا يعني انتي يعني او رايق يعني نسوشين بس بشكلها يعني طبعا لا كتير بحب لما الأجانب يعني كم آن أوجستين شو هو اكتر مهارة ساعدتك انه تتحسن محادستك يعني السمع القراءة شو هي اول شو هي المصادر حتى فيديوها اكتر اكتر السمع يعني اكتر انا عملت يعني كتير شهود يعني بالنسبة للسمع مثلا لما انا عم مشتغل انا دائما دائما يعني بسمع يعني الراديو يعني من سوريا ومن لبنان او احيانا يعني الجزيرة يعني مو يعني كل الوقت بس خلال ساعتين يعني ثلاث ساعت اكيد وبدين يعني انا بقدر يعني اشوف مسلسلات احيان يعني انا ما بفهم يعني اشي او بالنحية انا ما فهمت اشي بس شوية شوية اوكي او هذا الشي مهم كان كنت تتعلم مفردات جديدة مثلا كل يوم او هيك او لا كان بس تسمع شي او تسمع مثلا بودكاست كامل او لا كنت تتعلم كمان كلمات من الحالة كل يوم بشكل اهم يعني لما انا بدرس عربي مثلا السماء اول مرة انا يعني بسمع البودكاست والمسلسلات يعني بشكلام يعني مرتين بدين يعني انا بشوف يعني النوس يعني التكست وبدين يعني انا بسمع البودكاست والمسلسلات وانا بقرأ يعني بالنص الوقت ومع كتير كتير اشياء يعني في كتير بودكاست يعني حالة يعني باللحظة السورية سورية واللغنية وفلسطينية واردنية في كتير وحدا شي ايجاب كتير يعني بتعليم وبدين يعني بالجرين يعني الطريقة يعني طريقة يعني طويلة بالبداية الصعب وبدين يعني واو اوكي انا سمد يعني هالكلمات واوكي وبدين وهذا شي حلو كتير يمكن لما بلشت تتعلم اللهجة يمكن ما كان في كتير مصادر صح؟ لا بالالفين وتسع بس يعني موجود يعني كتاب يعني من كاتبة يعني استرالية اوكي بس من زمان من الفين الكتاب من الفين عربة الفين وخمسة الكاليبات حلو الكتاب حلو بس يعني حاليا يعني في كتير يعني كتير مصادر مصادر يعني كتير بس في الماضي لا يعني حاليا يعني في اليوتيوب في الكتب يعني المصادر يعني كتير اكتر يعني اللهجة اللبنانية بس كمان اكتر واكتر لهجة سورية ايه عم يصير شوي اكتر في مسلسل عربي سوري بتحبه مفضل بالنسبة للك؟ ايه بشكل يعني يعني انا مو ايه زلامة يعني بتحتام كتير بالمسلسلات بس انا حبيت انا حبيت يعني اتنين انا حبيت اكتر مرايا مرايا وانا حبيت اكتر حقائب يعني ما معرف يعني انت اه بعدين يعني في لما انا كنت في سوريا انا شوفت يعني باب الحارة بس انا ما حبيت يعني منوب يعني باب الحارة يعني حاليا يعني حاليا في داتليكس في كتير مسلسلات سورية بس اذا انا بختر مسلسلات يعني انا حبيت كتير حقائب ومرايا يعني مشهورة كتير مرايا اكيد نحنا انا من احنا وصغار ما نشوفه يعني قديم كتير اه قديم كتير هو اه لما كنت صغيرة كنت شوفه اه طيب اوغستين فيه لما بلشت تعلم العربي وتحكي وهيك صار شي معك مواقق مضحكة تتذكرة لهلأ اكيد يعني كتير يعني بالبداية في المصر يعني لما انا انا بلشت يعني احكي بالفصحة يعني كل المصريين يعني بمسحوا ومزحوا تيل وبدين يعني بالنسبة المفردات يعني بين بوصة وبوزة يعني في الاختلاف يعني صغير كتير واخيانا يعني اوه اوكي انا بدي بوصة اه شو بدك اوكي اوكي يعني بين يعني ايس كريم وكيس يعني الاختلاف يعني مو يعني مو كبير وحاذا شي يعني كتير اشياء يعني شو بدك اوه اكيد اكيد يعني بعد كلمات وبدين من مثلا بالنسبة للحظة يعني مثلا في المغرب يعطيك العافية يعني احانة اوكي اوه اوه اوكي اوكي يعني اوكي يعطيك العافية بالمغرب يعني مثل go to hell يعني Allah will punish you وحذا شي يعني مش حلو اكيد انا ايسا يعني من الوردن يعني انا يعني تلفونات يعني المحال يعني ما نعيش انا بدي ما نعيش ما نعيش و بس بالمانوشة واحد و السحر يعني فهم اذ نعشر اوكي منوش منعيش اوكي و انا و هو يعني يعني بعطلني اذ نعشر يعني منعيش انت الثلوب انت الثلوب تدي منعيش اه 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 منوش يعني واحد مو منعيش يعني جمع انا يعني اكلت منعيش خلال اوزبوه كامل طيب شو اكتر شي مميز بالنسبة لك بالثقافة العربية شي كتير بتحبه اوكي يعني الديافة الديافة مية بالمية و منع يعني الديافة اوكي و هذا شي مش موجود كتير في الادة هلا اخر شي خلينا نحكي كم سؤال اصعب شي واجهته باللغة العربية شو كان لحتى وصلت لها المستوى شو كان اكتر شي صعب بالنسبة لك اوكي يعني انا احكي يعني كل الواد و ايرا يعني كل الواد يعني اكتر و اكتر يعني كلمات جديدة بالعربي و هذا شي اوكستين بيقولو انو نحنا لما نحكي لغتانية منكون بشخصية جديدة بشخصية مختلفة بتحب شخصيتك بالعربي اكيد مية بالمية مثلا لما انا بحكي عربي انا يعني بستخدم يعني بودي لنغوش مثل شو و ولا اكيد اكيد او 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 و هذا شي شي يعني شامي او عربي كتير اكيد يعني لما انا بحكي عربي او لغة تانية انا انا صار يعني شخص تاني لانو لغة يعني بالنحية لغة جزة من الصافة اكيد 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 يعني خصوصا بالنسبة بالبودي لانجوش اكيد انا صار يعني شخص تاني اوكي اوكي انا انا بحكي كتير يعني هنش هاي شو هاي يعني بكسر اوكي هاي هاي الله لك اشتر رأسك هاي هاي الامهات بيستخدموها parents you know الاهل الله مع بعرف انو الايطاليين كمان عندن لغة الجسد اوكي انا هذا شي يعني في الارزنتين يعني في كتير تأثير يعني الصافة اليتالية لانو يعني بالمعضي كتير مهاجرين ايطاليين وصل للارزنتين وحاذا يعني في الارزنتين يعني مثل في اليتاليا يعني شو بيدك شو بيدك لا والعربي شي تاني وبالبداية يعني شو مشكلة شو بيدك يعني لغة في الارزنتين يعني مو ايجابي اكيد بلاكس يعني حاذي بس اكيد يعني مختلف ونفس شي بال بالارزنتين يعني مش حلو مش حلو لا 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 بالعكس شو يعني طيب يعني يعني انت ما بتاريفي شي في شي في شي حلو بصراحة مو حلو بس انه بتركيا عندن شي متل انه صوت بيعملوش انه اذا بدان ينادو حدا هاي بحسة بحسة كتير مو مو ايجابي ابدا وبحسة كتير شي سلبي وما بحب حدا يعملو معي فلما حدا هيك يعني بصراحة الموضوع اللي عم تقول عنه كتير مهم هاي تعال صح او نعمل تعال تعال بس بس مو يعني كل بس لا هيك بنعمل لا لا بالله نحنا نحنا يعني في الارجندين تعال ونفس الشي نفس الشي كذر بتذكر شفت فيديو عن الايطالي انه عم يحكوا محادثة بس بالاشارات بس انا انا شفت يعني لبناني يعني هو يعني يعلم يعني نفس الشي اوكي 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 والله والله اوكي يعني هذول اشياء هون 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 هل شي اوكي هل الشي شامي بي ملمي صراحة كتير مستمتعة بالحديث معك بس ما بدي أخذ موتك أكتر بدي تقلي هيك نصيحة أخيرة للناس يلي هلأ بدون يبل شو يتعلموا عربي او يلي يتعلموا عندك نصيحة تقول لهم يعني الصبر يعني وشعر الجدي يعني وقدان يعني فضول كتير فضول يعني أنا بفكر يعني يعني كاليم يعني عربي يعني كعاللغة يعني يعني صفر ومغمرة يعني حلوة و لما يعني التلاب بيكتشفوا يعني اللغة يعني بيكتشفوا عالم يعني شديد وعالم حلو كتير اوكي وحل شي يعني وكتير صبر يعني بالنحية اوكي يعني كل الناس يعني عادرين يعني احكو العرب اوكي ولحظة سورية يعني أحلى يعني لحجة بالعالم عرب خلاص مع احترامنا على جميع شعب 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 اوه لهجة سورية كتير حلوة والله كتير يعني كتير 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 اوكي اوغستين ما بدي اخذ اكتر من وقتك عن جد كتير 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 شكرا كتير استمتعت معك وانا استفد انا تعلمت عن الثقافة العربية اكتر ودائما بتعلم منك ودائما بحب كيف بتشوف صراحة كيف بتشوف العالم العربي بهي الطريقة الإيجابية وكتير شكرا لأنك موجود واثرت علي صراحة بهي الأفكار فكتير شكرا لوقتك وكتير شكرا بلاك شكرا نديك حلا طيب شكرا يلا باي باي طيب باي